حاول تستفدني الحلقة دي على قد ما تقدر لان هقولك على حاجة الوقتي لو مش موجودة عندك هتقلل ارباحك للنص كمان هتلاقي نسبة كبيرة جدا من ارباحك مهضورة لو انت مش منفز ملف الادستيكست بشكل صح وهقولك كمان ازاي تقدر تختبر ان هو موجود وفعال فعلا عندك ولا لا والناس اللي عندها مشكلة فيه برضو هقولك حلولها ان شاء الله ركز بس معايا في حلقة الادستيكست دي واعمل اعجاب بالفيديو وتعال نبدأ بقى نشوف الموضوع عامل ازاي بكل بساطة انت علشان تتأكد ملف الادستيكست بتاعك شغال ولا لا تعمل ايه انت الرابط بتاعك بيكون على الهيئة دي بص معايا كده رابط موقعك وبعدين فيه هنا سلاش وبعدين ادستيكست الناس اللي شغال على ورد بريس عادي جدا انه ممكن تعدله اضافة وممكن كمان تعدله ايدويا من خلال الاصدافة بتاعتك هتلاقي في الاصدافة ملف اسمه ادستيكست لو مش معمول في ملفات القالب بتاعك في الصفحة الرئيسية اعمله خلاص يبقى احنا كده اعملنا ملف فاضي وتعال نبدأ نملاه ونشوفها يتميل ازاي بكل بساطة لو انت على بلوجر فانت عادي بتفتح الخانة بتاعت تحقيق الربح وهتلاقي فيك كلمة تفعيل محتوى ملف ادستيكست اضغط عليها هيفتح لك الخانة دي بكل بساطة انت بتجيب المعرف بتاعك وهتاخد الصيغة اللي وراه لك دلوقتي دي علشان لو انت لسه هتقدم على جوجل ادستيكست او قدمت ومش عندك الادستيكست بتاعك فانت لو موجود على ادستيكست طبيعي جدا هجيلك الخانة او الرسالة بتاعت الارباح معرضة للخطر وبعدين تفتحها هتلاقي النموذج اللي بيجيب لك ملف الادستيكست تنسخه وتحطه هنا طيب ملقتوش وانت عاوز تركبه قبل ادستيكست اصلا فتعال نبص مع بعض كده على الموضوع عامل ازاي الصيغة دي هتنقلها زي ما هي ناسخة كده وتيجي تعمل هنا لصق قنص عادي لصق قنص عادي وبعدين فضلك حاجة واحدة بقى المعرف هنا ارقام المعرف بتاعتك بتاعت اتنز الخاصة بك انت بتجيبها وبتركبها هنا زي كده هو ده المعرف بتاعك اللي هتلاقيه في السطور اللي فوق دي انا احنا عاوزين الرقم اللي هو بعد البيو بي هتنسخه كده بالشكل ده كلام ده لو انت هتقدم قبل مين قبل ما تتقبل في جوجل ادستيكست تمام هتحط كده الرمز وبعدها هتعمل حفظ ده الصيغة الصح لملف الادستيكست طيب انا عاوز او اختبر بقى انه هو شغال ولا لا علشان تتأكد بقى انه شغال ولا لا هتيجي تروح على الموقع بتاعك بالشكل ده كده وهتكتب الصيغة والهيئة والشكل اللي ظهر قدامك رابط موقعك وبعدين سلاش وتحط ادستيكست وبعدين تعمل انتر انفتح معاك صفحة بالشكل اللي قدامنا ده يبقاك انت كده حاطات الملف بس برضو مش متأكد بروح رايح هنا كده عامل ريفرش في الصفحة ديش نوريك بس بتعمل ازاي من الاول دي صفحة فحص عادية خالص وبعدين بتحط فيها رابط موقعك هنا في الجزء ده كده بتحط رابط موقعك وبعدين بتختار الاختيار الاولاني وبتعمل بقى ايه بيبدأ يعمل فحص تمام بيبدأ يعمل فحص ويطلع لك النتائج دي لو طلعت مية في المية وكل الروابط عليها علامة صحة كده وجايب لك اللي هو السكور متين خلاص معناها ان انت خلاص ان انت كده الموضوع بالنسبة لك خلاص صح مية في المية وروابط موقعك كلها بتقدي لبعضها ومعندكش مشكلة اعادة توجيه وكده ملف الاتستيكس بيفتح بكل الصياغ هنا هتاخد بالك موجود ايه من غير دابيو هنا بدابيو هنا تحت منه هتلاقيه بالاتش تي بي من غير اس الاتش تي تي بي وهنا الاتش تي تي بي من غير اس برضو بتلاتة دابيو كل الصياغ معناها ان ملف الاتستيكس بتاعك مزبوط ومفيش في مشاكل وهسيب لك الصفحة دي في وصف الفيديو طيب انا عاوز بقى اتقال اتأكد واشوف ايه المشكلة اللي هتعود علي لو انا مركبتوش اصلا او جاء لي هنا في الخنادية غير معتمد تمام وكان باللون الاحمر ومكتوب لي غير معتمد كان ايه المشكلة اللي هتحصل لي وانا موقعه هتأثر بايه هقول لك يا سيدي بكل بساطة خلينا سيبك من السطور الفوق دي خالص وخلينا في السطور اللي تحت لضمان امكانية استمرار المعلنين المحتملين في تقديم عروض اسعار خلي بالك تقديم عروض اسعار لمساحتك الاعلانية يعني اعلانتك اللي في موقعك دي انت منكم ما تاخدش سعرها بالكامل بسبب ايه انه المعلنين بيقدموا عروض اسعار للمساحتك الاعلانية في ملف الادستيكست اللي موجود عندك تاب ليه لانه مطلوب منهم انه هم مطلوب من الناس دي بس اللي هم الشركاء المعتمدين والناس اللي هم شغالين مع جوجل واللي عندهم ملف الادستيكست اللي عندهم ملف الادستيكست فعليا هم بس اللي يقدموا عروض اسعار فاذا انت ممكن تخسر ارباحك ممكن تخسر ارباحك تعني نكمل الجملة تمام ومن المهم انشاء ملف الادستيكست ونشره على جميع مواقعك الالكترونية خلاص كل موقع الالكتروني تابع ليك وفيه اعلانات بتركب فيه ملف الادستيكست علشان تضمن انه هو يظهر ويكون شغال فيه اعلانات وميكونش فيه مشاكل كده يا جماعة احنا عرفنا ايه خطورة ملف الادستيكست انه ممكن ارباحك تقل بنسبة كبيرة ممكن تبقى مهضورة بسبب انه كل اعلان معروض معروض مش من شركة معتمدة او من شريك معتمد من جوجل نفسها اواخد اه اه ملف الادستيكست عندهم عشان يقدم عروض اسعار على الوحدة الاعلانية الموجودة عندك في الموقع بتاعك ده تبسيط الموضوع كله طيب انا بالنسبة لي ملف الادستيكست اركابه قبل الادستيكست ولا بعد الادستيكست يعني قبل ما قدم قبل ما اروح اقدم موقعه على الادستيكست ولا بعد هقولك دلوقتي لو انت هتقدم قبل يبقى بكل بساطة هتقدم الملف اللي احنا شرحناه دلوقتي بالطريقة دي اللي هو بالطريقة العادية اليدوية بحسنا وجبناه وعرفنا الصيغة بتاعته اهي خلاص انت كده عارف ان انت بتقدم ملف الادستيكست بتاعك بشكل يدوي ده هيكون قبل قبل ما اتقدم على ادسنز عادي جدا مفيش مشكلة طالما عندك حساب ادسنز بتتعامل بنفس النمط اللي احنا شرحناه دلوقتي كده طيب بعد ادسنز بقى مفيش مشكلة برضو عندك في حسابك بيزهر لك رسالة عند التقديم عندما يكون لسه بتقدم بيزهر لك رسالة بيقول لك ركب ملف الادستيكست ده عندك بيكون جاهز بقى مش بيديه لك ناقص زي ده تحط فيه البيو بي بتاعك لا بيكون ميدي لك الملف كامل وانت بتقدم على ادسنز ايه اما بعد ما تتقبل وموقعك يشتغل وكل حاجة يجي لك كلمة الارباح معرضة للخطر تضغط عليها بيدي لك برضو الملف ده وينصحك انك تحطه فين في الموقع بتاعك سواء ورد بريس او بلوجر ورد بريس زي ما شرحت لك بيبقى فيه اضافات كتيرة جدا بتساعدك انك تضيف الادستيكست ولو مش عندك اضافات في بتروح على الاصدفة بتاعتك وبتعمل ملف جديد وتسميه ads.ticket ملف تيكست عادي وبتملاق بالبيانات بتاعتك الخاصة بيك انت اللي هي معرف اللي هو الملف الخاص بيك اللي هو السطر الاولاني بتاع ads.ticket ولو عندك شركات اعلانية تانية كتير بتحط برضو تحت منه السطور دي لو انت مشترك في شركة بديلة او عندك شركات كتيرة بديلة فبتحط السطور كلها تحت بعضها مفيش مشكلة عادي خالص طب في بقى مشكلة اكبر واكبر من كده هقولك عليها دلوقتي وهقولك الموضوع عامل ازاي ممكن يكون في ناس منع الادستيكست من خلال ملف الروبوت بص معايا كده ممكن تكون انت منعه من خلال ملف الروبوت بالشكل ده ده طبعا ما ينفعش ابدا كده ده المسموح بيه اللي ظهر قدامنا ده ده ممكن برضو ملف ده اللي قدامي ده مسموح بيه تمام فالارقام الحاجات اللي ظهر دي كلها ممكن برضو نستقع فيها ممكن يبقى فيه مشكلة دي كده كارسة غير مسموح للزحف في الموقع اصلا لا ارشفة ولا روبوتات ولا اي شيء تمام اللي هي الشرطة دي بس دي الشرطة دي مشكلة لوحدها في حد ذاته وطبعا لو مشاكل خاصة بربط الدومين مع المدونة بتخليك تفحص هنا زي ما اتفقنا احنا قولنا هنفحص هنا عشان نتأكد انه مفيش مشكلة في رابط الدومين مع المدونة لو ظهر معاك اخطاء هنا معناها ايه ان المدونة بتاعتك مش مربوطة مع الدومين بشكل صح وعليك انك تصلح المشكلة دي فقرب وقت عشان الخنات دي كلها تتضبط معاك وتبقى سليمة فهمت قصدي كده خلاص يا جماعة احنا وصلنا نهاية حلقتنا وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته